اشتركوا في القناة احنا اللي شايفينهم الالف حالة وجوز في عشر اضعاف بالمجتمع وهناك رفض وتصميم شعبي على عدم لبس كمامة او تباعد قل لي انت كيف ستنزل الحالات افراح وعزائم وانتخابات واللي بدك اياه ويعني مبروك يعني كلنا مبسوطين بس اذا الشعب لا يريد ان يسيطر على الوباء كيف سنسيطر على الوباء سنجبره ونغلق برأيك اليوم القار شعبي؟ برأيك اليوم القار شعبي؟ برأي ان الشعب اختار عدم السيطرة على الوباء انا يوميا في المستشفيات لازم يعني يا دكتور يا محترم ارفع الكمامة يا نيرس يا اختي الكريمة قطي الانف ما هو بدخل من الانف وبطلع من الانف وبنفخص من الانف تلاقيهم غطين هيكل ما بسوا الزوار منعوا الزوار يوميا لازم يعني احنا نترجى الزوار اليوم واحدة بتقول لي وانت شخصك ليش في يعني بديش ألبس انا شو بدي أقول له فهناك تصميم شعبي على عدم التعامل مع الوباء لربما هو نوع من أنواع الدينايل يعني بجوز ان خلص من لا اراه الفيروس لا لا نوجد zoom لكن ما لا اراه لا يوجد إنك ما بتشير إنك مرر الله إنك ه какие نرى فرج ore وجود الوباء في إمقار شعبي نعم في إمقار شعبي الحب مش به منتشر لكن الناس منكروا هذه الواقعة و رأينا اجراءات تكير مساجد وتسكير مدارس لكن دع сдح uncontroll وطلع الجامعات يعني في رأي الشخص المتواضع أيضا للانتخابات يجب أن تتأجل الوضع عم بزداد سوءا ودون إجراء حالي لن يتراجع العشر وحداش وقت طويل يعني على بعض يقرأ أن العشر وحداش وقت طويل إطلاقا يعني أنا باتفق مع القرار ويعني بزقف له قرار صائب ولكن هشوهده عشر وحدا عشر يعني أنا بتحكي أنت عن ثلاث أسابيع لن يردع هذا أخر من شهر يعني على الأقل شهر لشهرين لنسيطر على هيك أرقام بس ماشي يعني خلينا ناخد شهر هلأ ونشتغل ما لم نتخذ قرار نحن الشعب بأنه إحنا نحارب الكورونا لن نفلح يعني فرق الاستقصاء الوبائي وصلت تحدها يعني مش ملاحقين يعني زي ما تفضل الدكتور بدنا بأربعة وشرين ساعة يكون عندنا الجواب مع المخالطين مستحيل ما بلاحكم ما بلاحكم المخالطين ما بدهم ينفحصوا يعني أغلقوا البلد يوم جمعة حضر شامل الناس قررت تطلع برا يعني نحن لا نريد أو ربما ننكر وجود هذا الوباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر